بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبناء وابنات تلميذ الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم هنحل إن شاء الله مع بعضنا الاختبار السامن من كتاب سلاح التلميذ بدعوكم العمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكي يسلكم كل جديد نبدأ مع بعض الحل السؤال الأول ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية واحد تعتبر الصخور المنصهرة داخل الأرض جزء من الغلاف المائي طبعا صخور دي بيقولك أي صخور تعتبر من ضمن الغلاف الأرض وليس المائي بقى إذن العبارة إيه؟ العبارة خطأة اتنين سبب تعاقب الليل والنهار دوران الأرض حول محورها كل 24 ساعة أو سبب تعاقب الليل والنهار دوران الأرض يعني لما الأرض بتدور حول محورها كل 24 ساعة مرة واحدة بيؤدي إيه لتعاقب الليل والنهار أقوله العبارة إيه؟ العبارة صحيح رقم ثلاثة ظهور التجمعات النجمية في السماء مرتبط بفصول سنة محددة العبارة صحيح شار رقم أربعة عند التقاء نهر أو نهاية نهر بمحيط يتكون المصب سواء عند التقاء نهر بمحيط أو ببحر بيتكون المصب زي طبعا نهر النيل لما بيصب فيه البحر إيه؟ على البحر المتوسط دي نهاية مين؟ نهاية نهر النيل وبإذا نقوله العبارة إيه؟ العبارة صحيح رقم بيه يستخدم الإنسان نوعا من الأجهزة لتحويل المياه الملوسة إلى مياه نظيفة حدتها طبعا أقوله المرشحات اللي هي الفلاتر يعني تمام؟ ننتقل أسأل رقم اثنين أسأل رقم اثنين اختر الإجابة الصحيحة واحد يكون وجه القمر المواجه لنا مضاءا كاملا أول ما اسمع كلمة مضاءا كاملا أقوله ده يعتبر إيه؟ يعتبر بدرا آسف بدرا إيه؟ رقم اثنين لمعرفة كيفية الحصول على مياه صالحة للشرب نستخدم مصادر طاقة ولا مظاهر السطح ولا مستجمعات المياه الموارد المعدنية طبعا أقوله إيه حبيبي؟ مستجمعات المياه رقم تلاتة نرى الشمس أكبر حجما من النجوم الأخرى ليه؟ ليه الشمس إحنا بنشوفها كبيرة شوية عن النجوم التانية في السماء أقوله بسبب قربها من كوكبه من كوكب الأرض لأنها قريبة جدا عن باقي النجوم ننتقل السقر رقم بقى صل من العمود باق ما يناسب ما في العمود ألف النهر أقوله إيه؟ أقوله النهر مكان يتدفق إليه الماء من منطقة عالية الارتفاع إلى منطقة منخفضة الارتفاع في مصار إيه محد طب المياه الجوفية؟ مياه تحت سطح الأرض على طول قبال على طول مياه تحت سطح إيه؟ الأرض تسربت من خلال طبقة من الصخور المسامية السؤال الثالث أكمل عبارات الآتية واحد تمثل الكائنات الحية الغلاف نقاط الكائنات الحية معروفة دي بالغلاف إيه؟ بينما يمثل الماء الغلاف نقاط كائنات الحية تمثل الغلاف الحيوي أما الماء يمثل الغلاف المائي رقم اثنين يتكون نجم الشمس من نقاط شديدة الحرارة من غازات شديدة الحرارة رقم ثلاثة إذا كنت تتاجه جنوبا تكون الشمس أثناء شروقها ناحية إيه بالنسبة ليك؟ إزاي يعني؟ يعني الشمس طبعا بتشرق من الشرق أنت متجه جنوبا يبقى ناحية إيه بالشمس من الشمال ولا من اليسار أم من اليمين طبعا تكون من اليسار أسأل رقم أربعة من أمثلة عملية نقاط الموارد زراعة مساحة كافية من الخشب ليتغز عليها الأبقار يبقى أقول له إيه؟ عملية الاستدامة أو استدامة الموارد رقم بقى توجد أدوات تكنولوجية عديدة استخدمت لرؤية الأجرام السماوية البعيدة عنها عن قرب يعني هم نشوف الحاجات الكواكب والنجوم عن قرب أحدد أثنين منها طبعا التلسكوبات وكمان المناظير ثنائية العدسة بكده يا حبيبي ننتهى من حل اختبار الثامن صفحة 213 من كتاب سلاحة الميز بجعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته